حمل في طياته الكثير من التناقضات يمجده البعض ويزمه البعض الآخر ولكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن خليف بي بن عسكر كان أحد صانع الأحداث التاريخية التي مر بها جبل نفوسه ما بين سنتي 1913 و 1922 أزل هذا حسن بفوس معكم من قسم تولد الإعلامي في الثاني والعشرين من شهر شتنبر سنة 1922 وضع العدو الفاشي الإيطالي حبل المشنقة المزري على رقبة خليف بن عسكر النفوسي أو خليف بي كما يسميه أصحابه في ذكر إعدامه سوف نتحدث عن سيرته كعالم من أعلام نفوسه حامت حوله الكثير من الأخبار المتناقضة تحامل عليه البعض وجعل منه البعض الآخر زعيما وطنيا أحد معمري جبل نفوسه يتحدث عن ظروف اعتقال خليف بي بن عسكر وعلي في الثلية وقال بي تكون جريبيين عن الأخبار المزهجين حدث عن زغير المجهدين كيف تلصح لو كي لاعشر هذا عن اخبار المال وليس دون الأخبار وحضروا الوطني وعليونك وانه يمسد خليفة لأنه يتحدث عن الوطني وليس في الثلية الأخبار المسيقات وليس حبل البعض وليس من الغدو وعليونك و apparat عالية ويسروا وغطنيا وحيطوا ذلك ربما أي أصبحت أن يسكركمون ماذا هما كمهما أقون لديهم قد، نرني ستقاف لأن أصبحت بشأن أصبحت أمر بقيتان في الخلط الأسلح يجب أن أقول إخوات أصبحتنا أصبحت نفسها تقلق أن أصبحت أمر بلخلوق إذا أصبحتنا أصبحت أصبحت أصبحتنا ونعصر الحكومة تطلب تغسط على كل حال تكون موشت كذرم موشت أتى قدمت تكون جاعدت لازمنون تقود شو حس نلقوها ترى سطلبت الحكومة على كيفة جرس الحكومة طم ننسا عاد دو يا إخوان تحقن لكن يا إخونا نحبوا ناسا عادي القرامات أنا أكيد أولين نوليد زكينا عادي نوليد خربيد نوليد زكينا عادي نوليد زكينا عادي نوليد الحكومة تقول نتروح أنت مروح من الله شرع الكولونيل جريتسياني والكابتان كورو منذ أوائل مايو 1922 في ضبط خطة للإيقاع بخليفة بن عسكر ويقر جريتسياني في مذكراته أنه لم يكن من السهل خداع رجل حذق في فن الخبث والمكر مثل هذا الرجل ويبدو أن ظروف اعتقاله من الممكن أن يلام فيها محمد فكيني الذي لم يوفى بوعده لابن عسكر بمهاجمة الحامية الإيطالية في الوطية مع جنوده المتألفين من القبائل العربية الرحل وأهالي الريين والزنتان حينما أفسح له ابن عسكر المكان واتجه إلى منطقة قريبة من العسة وكان هذا ما بين الليلتين العاشر والحاد عشر من مايو 1922 كما ورد في مذكرات التهم التي وجهتها له المحكمة الإيطالية نفسها حقا بالرغم من الأحداث التي تدور حولها قصة مقامة خليفة ابن عسكر تتقاطع مع أخبار الكثيرين من الزعماء الوطيين إلا أن الذي ترك لنا من معلومات عن هذا العالم النفسي قليلة جدا بالمقارنة بالكثير من أقرانه وللأسف أكثر المعلومات المكتوبة عنه هي من شهادات أعدائه عنه لمن مصادر كتابية ممن رفقوا وعاصره إلى بعض الرواية الشفاهية طعا وللأسف الشديد ما كتب عنه لا يتعدى أن يكون كتابين الأول لسيء الصيط القشاط والثاني لمحمد ليسير وهو تونسي كتب عن خليفة ابن عسكر ولكن من باب مقاومته للفرنسيين على الحدود التونسية ولد خليفة بن سعيد بن علي بن عسكر حوالي عام 1878 في بلدة لالوت الواقعة في الشق الغربي من أدرير نفوسة ليس لدينا الكثير من الأخبار عن أيام نشأته الأولى والظروف المحيطة بها غير ارتداده على الكتاب أيام صباه لحفظ شيء من القرآن كما هي عادة أكثر الليبيين فقد كان يحسن الكتابة ولكن تعبيره باللغة العربية كان يشوبها ركاكة ناتجة من تعلمه اللغة العربية عن كبر سن إلا أنه اتسم بصفات نعلم عنها الشيء اليسير منها الشجاعة والإقدام إلى جانب أنه غالبا ما يوصف بحاد الطباع عصبي المزاج شديد القسوة على كل ما يناصبه العداء وهو فوق كل ذلك محارب مقدام ويوصف بأنه صبور عند اجتداد المكاره ومحرد خطير قادر على إتيان أكثر الأعمال الجنونية نشأ ابن عسكر في عائلة الميسورة الحال بل ربما صح أن نقول ثريا بمعايير ذاك الزمان وهذا ما يفسر الأخبار الشفاهية التي تتردد عن إسرافه في التبدير والإنفاق على رفاقه في الصبا وهذا ما يفسر كذلك مقاسمة إخوانه إياه أملاك العائلة من أرض وأشجار مبكرا خشية أن يتلف كل الممتلكات بسبب تبذيره المفرط على أقرانه مما يروى عن خليفة بن عسكر شغفه بالصيد خاصة صيد الودان أو داد الذي كان يتوفر بكثرة في مناطق الجبل وعرف عنه كذلك الفروسية ركوب الخيل ومن أهم السمات التي تسمى بها أهالي نالوت في ذاك العصر وخليفة بن عسكر لم يكن استثناء في ذلك ربما كان يضاهي أقرانه في ذلك ولكنه لم يكن استثناء في كونه يحب الفروسية بل إن الصباقات التي كانت منظمة أنا داك في كل مناطق نفسها في الفروسية وفي ركوب الخيل وإلى آخر دي من الغوايات الأحداث المهمة التي خضها بن عسكر لم تبدأ إلا مؤخرا ولكننا نتساءل كما يتساءل الباحث التونسي الدكتور فتحي لسير أين كان خليفة بن عسكر أثناء الحرب التي خاضها الزعماء الوطنيون بالاشتراك مع الأطراك ضد العدو الغاشم الإيطالي في السنوات الأولى للمقاومة الحقيقة الوثائق التي بين أيدينا لا تسعفنا بأي إجابة شافية غير ما نقله القشاط طبعا عن بعض الأعيان عن كونه شارك وكان يقاتل بشجاعة فائقة ولكن نجمه لم يصطع بمعنى الكلمة حتى عشية زحف الجنرال يوكو على منطقة الجبل ومن ثم إخضائها بعد معارك ضارية بين شهري مارس وأبريل سنة 1913 في خريف 1913 طلب الضابط الإيطالي المسؤول في لالوت أنذاك يد أحد الفتيات اللالوتيات فثارت ثائرة خليفة بن عسكر عند سماعه للخبر واعتبر الاستجابة لهذا الطلب عارا ما بعده عار فهدد ووبخ القائم مقام وعميد البلدية بإثارة الأهالي عليهم وفي خريف 1914 وضع تهديده موضع التنفيذ وجمع فريقا من تسعة أشخاص على إثر اجتماع في قصبة يوجين الواقع على بعد بضع كيلومترات غربي لالوت فأول حادثة شهيرة أخذ محل التنفيذ هي الكامين الذي نصبه للعسكر الإيطاليين الذين أخذوا غصبا جمال أهالي لالوت لاستعمالها في نقل الأسلحة لمصراطة استعدادا لمعركة القرضابية وذلك في الثامن والعشرين من شهر وانبر من سنة 1914 والتي خسر فيها العدو الإيطالي خسارة عارمة قضى فيها أحد الضباط الإيطاليين مع جمع من الجنود واستولى فيها ابن عسكر على كل الأسلحة التي كانوا يستقلونها لضرب باقي الليبيين في معركة القرضابية وتسلسلت أحداث المقاومة التي خضها ابن عسكر فمنها حصاره للحامية الإيطالية في لالوت التي دامت لمدة أسبوعين والتي كادت أن تقضي عليها لولا النجدة التي وصلتهم متألفة من 1300 جندي تحت إمرة الكولونيل روفيسري على الرغم من أن رجال ابن عسكر لم يتجاوز السبعين آنذاك على غرار هذا الحصار الذي طوقه على لالوت والبعثة الكبيرة العدد التي أرسلت لنجدة الحامية الإيطالية هناك اشتدت طوق على ابن عسكر مما اضطره للجوء إلى تونس مستحبا أتباعه وأسرهم برفقتهم وما خف من متاعهم وحيواناتهم وعاود الإيطاليون دخول قصر لالوت ودمروا كل ممتلكات آل عسكر وقاموا بتخريب الكثير من المرافق في المنطقة يبدو أن الفرنسيين وطرواهم في نواحي نفزاوة في الجنوب التونسي وسمحوا لهم بالبقاء مع محدودية النشاط والحركة ويبدو أن ابن عسكر ضاق ذرعا بظروف الإقامة الجبرية وشروطها القاسية فلاذ بالفرار مع عمر بن علي الختالي ويبدو كذلك أن ابن عسكر تمكن من الفرار بالرغم من صلابة الحراسة والطوق الذي كان مكونا حوله فقام الفرنسيون فور سمعهم بفرار خليفة ابن عسكر بسجن كامل أفراد عائلته عاود خليفة ابن عسكر تجميع قواه فور رجوعه داخل الحدود الليبية واستعادته للأسلحة التي كانت مخبأة هناك والتحاقه بفلول المقاومة القابعة في وادي أوال ما بين غدامس وضرج فاستأنف حرب العصابات ضد الإيطاليين المتمركزين في الحاميات والمعسكرات والحصون بعد غياب دام أربعة شهور فتوالت هجماته العنيفة على العدو الغاشم الإيطالي منها عمليات سواني يعقوب التي غانم فيها مائة وخمسة عشر رأسا من الإبل ومائة وخمسين رأسا من الأغنام وعملية حصار سيناو ما بين الخامس والحادي عشر من يونيو سنة ألف وتسعمات وخمسة عشر وبعدها مباشرة حاصر كاباو وأذخن القتل في الحامية الإيطالية هناك حيث هلك فيها ضابطين وما يقارب سبعا وثلاثين جنديا وهاجم الجوش والقطفة وأكبر هجوم خاضه كان على بلدته ومسقط رأسه لالوت يبدو أن الجنرال كزيني كان يتوقع منذ الثلاثين من شهر يونيو بأن يهاجم ابن عسكر ورفاقه قلعة لالوت ليعيدها من أيدي المغتصب الإيطالي وكان قد خطب بعض القواد وجاءته الأوامر بأن يعود أدراجه إلى زواره مبتعدا عن لالوت وإن تعذر عليه الأمر أن يلتجع إلى ذهيبة وفعلا رجع أدراجه للسهول ومن تم احتمى بذهيبة بموافقة الجيوش الفرنسية ولكن أثناء انسحابهم هاجمهم ابن عسكر بجيش قوامه 150 جنديا وأذخن فيهم القتل والأسر وبعد الانسحاب والهزيمة المروعة في صفوف الإيطاليين طلبت القيادة الإيطالية من جيشها الانسحاب من غدامس خشية أن تلاقي نفس المصير وفعلا دخل ابن عسكر قصر لالوت مظفرا بالنصر في نهاية شهر يونيو وأعلن نفسه قائم مقام لالوت توالت الأحداث وهاجم ابن عسكر الحامية الفرنسية في ذهيبة كما يبدو للكثيرين بدون سابق إنذار ولكن المدقق في الأحداث التاريخية في تلك الفترة يتبين له أن هجومه على الفرنسيين كان مبررا رغم أن السنوسيين كانوا ينهون القادة الليبيين من فتح جبهات غربية أخرى مع الفرنسيين بجانب الحرب القائمة مع الإيطاليين يبدو من خلال تتبع المراسلات ما بين خلفة بن عسكر من جهة وبين القادة الحدوديين يعني الفرنسيين على الحدود التونسية من جهة أخرى أن بن عسكر كان يرسل إليهم ويطلب إليهم عدة مرات إطلاق صراح أسرته القابعة في السجن في تونس وطلب كذلك إليهم إطلاق صراح باقي الأسر الليلوتية القابعة في مخيمات الإقامة الجبرية ومن المطالب التي قام بها كذلك أن تفتح الأسواق التونسية للمجاهدين كي يبيعوا كل ما غنموه من الإيطاليين أثناء محاربتهم ولكن كانت كل مراسلاته ورسائله قد توجت بالرفض بل رفض تام لا نقاش فيه من قبل الفرنسيين وهذا مما اضطره لخوض الحرب معهم وهناك نقطة مهمة هنا يجب التنبيه لها تبين أن بن عسكر كان رجل حرب أكثر منه رجل سياسة فكانت الوسيلة الوحيدة عنده عند رفض طلبة هي الدخول في حرب في هذه الأحداث التي تتسم أكثرها بالغموض هاجم بن عسكر ذهيبة ولكنه فشل في حصارها لمنعتها وحاصر أم صويغ أثارت تصرفات بن عسكر حفظة السنوسيين بمهاجمته الفرنسيين على الحدود الليبية وفعلا أرسل له محمد السني نجل الشيخ السنوسي وكانت مهمته إقناع ابن عسكر وكفه عن مواجهة الفرنسيين وكسب ودهم لكن ابن عسكر لم يستجب لطلبهم فدبر له السنوسيون مكيدة لإلقاء القبض عليه وفعلا تم لهم ذلك حيث نجح أحمد زوي في أواخر شهر نوفمبر وسجن في الزنتان في منزل أحمد المخترش لكن سجنه لم يدم حيث أفلح أتبعه في إخلاء سبيله أعاد بن عسكر الكرة مرة أخرى وهاجم الفرنسيين بعد أن استقر له الأمر في لالوت ومن هنا تبدأ عمليات ابن عسكر تكلل بالخسائر المتوالية والهزائم المتتابعة نتيجة تعنته وطيشه فحصر ذهيب مرة أخرى ولكنه انسحب منها فجأة ثم حصر رمادة ففشل كذلك وبعد الإخفاقات المتواصلة لابن عسكر حاول استعادة انتصاراته في وقعة بير مغري لكنه فشل في هذه المرة كذلك فشلا ذريعا ومن هنا تبدأ التناقضات في حياة الرجل في هذه الفترة بالذات يحكى عنه فضادته وغلدته في التعامل مع أهالي لالوت وما حولها مما اضطر الكثيرين إلى التخلي عنه ومما يحكى عنه أنه أعدم شنقا ثلاثا من أعيان لالوت بدعوى تسهيلهم لأهالي لالوت السفر إلى تونس بحثا عن لقمة العيش بعد أن أصاب البلاد جفاف وقحت كل هذه العوامل المتكررة اضطرته للصرح مع الفرنسيين وصادف نفس الفترة ما حققه الزعماء الوطنيون من نصر وإعلانهم لتأسيس الجمهورية الترابلسية دعا الإيطاليون الزعماء الوطنيين لزيارة ترابلس فكان ابن عسكر أول المستجيبين لهذه الدعوة بحيث دخلها إلى جانب رمضان سويحلي ومن هنا بدأ ابن عسكر حلفه مع الإيطاليين لكنه حلف كما يشهد له الإيطاليون أنفسهم اتسم بالكثير من القلاقل مما اضطر الإيطاليين إلى عزله من قائم مقامية لالوت وكان هذا الحدث بالذات شرارة لكل القلاقل التي تبعته من خلافات بين الزعماء الوطنيين من عرب وأمازيغ والذي سوف نعود له بشريط وثائقي عن الحرب الأهلية في الجبل يبدو أن دخول خليفة ابن عسكر في التحالف العربي ضد إخوانه في العرق والدين سبب كبير في تحامل الكثيرين عليه الحقيقة أمر أمر يدعو إلى الاستغراب كثيرا هنا إما هناك خلط ممن نقلنا الأخبار أو فعلا اللي حدثت بهذا الشكل وأن ابن عسكر نفسه كرجل متدبدب جدا فكما قلت الغريب أن أهم الأسباب اللي رجحها ابن عسكر في سبب تحالفه للجانب من تحدثي العربية ضد أهالي فصاته هو تعامل أهالي فصاته مع الإيطاليين وهذا حقيقة كلام حق أريد به باطل حيث وللتاريخ لم يكن هناك زعيم موطني في المنطقة الغربية بعد الصلح ممن لم يستفد ماديا من المستعمل الإيطالي بل إنهم كلهم بدون استثناء ومن ضمنهم ابن عسكر تلقوا رواتب من الإيطاليين ومما تجد الإشارة إليه هنا أن ابن عسكر كان متدبدب الحال حيث نراه يهب لنجة الباروني في يفرن بالرغم أنه في الصف المعادل الباروني فعلى أي حال هذه الأحداث تحتاج إلى قراءة متأنية ودقيقة ويجب أن تأخذ مأخذ الجد والحيادية التامة وضع ابن عسكر المتذبدب وشخصيته التي أصبحت غير مرغوب فيها من قبل الطرفين المتحاربين جعلت الجامعة يتخلى عنه وأكبر تخل كان بخيانة قسم من قبيلة رحيبات له حين زحفت العصابات العربية على فصاته بقيادة التركي بنتمسكت وأصبحت الهزاء متتوال من طرفه ووضعه يهزل حتى في عيون العدو الإيطالي الذي عقد معه تحالفات فحاول يائسا إعادة الأمور إلى مجاريها ومحاولة استمالة العصابات المهاجمة بالمتحدث العربية في الجبل أدت إلى الفشل وهكذا أصبح ابن عسكر لقمة سائغة في يد الإيطاليين حيث حاكوا له المكائد وألقوا القبض عليه بخطة خسيسة خليفة بن عسكر إعداد محمد أمادي قراءة النص حسن بوفوس إنتاج مؤسسة توالد الثقافية بالتعاون مع شركة فوزي فيزيون لا يطعش حرزي أمي هادي زوية ذي النراني هادي فاكتزي وينيس أين السرم والأخي ريس يا نار هادي زرد شرقا يالت شغى غرغورا من نرس تغزلنا عمر يا مسارة شهيدا يا مسارة شهيدا